نظم التحالف الوطني للعمل أهلي التنموي قافلة طبية متنقلة تحت إشراف مؤسسة راعي مصر في منطقة السماكين بمحافظة الإسماعيلية شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين وضمت القافلة الطبية عددا من الأجهزة الطبية الحديثة وطاقما طبيا متميزا لتخصصات متعددة تم صرف الأدوية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا وتم توقيع الكشف الطبي على 150 مستفيد من أهالي القرية يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات المجتمع المدني بالاهتمام بالأسر الأكثر احتياجا وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والاجتماعية لتلك الفئات نحن النهاردة بننفس قافلة طبية متنقلة لأهالينا في قرية المنايف في دار ضيافة السماكين بنكشف على المستفيدين من خلال مؤسسة راعي مصر وعضو التحالف الوطني للعمل التنموي فيه كشف رمض موجود معنا فيه كشف عزام فيه كشف أطفال فيه كشف بطنة فيه كشف أنفوزن فيه كشف جلدية بنحاول نوصل الخدمة للمستفيدين لأهالينا في جميع مناطق اسماعالية وخارج اسماعالية أحب أشكر مؤسسة راعي مصر على الخدمة اللي قدمتها النهاردة في السماكين السماكين الجديدة بالتابعة مركز بسوير على الرعاية الطبية اللي قدمتها في السماكين النهاردة وأنا شايف والله إن دي حاجة حلوة بالنسبة للمواطنين يعني